السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي طلبة وطالبات الصفة الاول اعدادي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح مالهج اللغة الانجليزية معدنا النهاردة مع يونت 2 الواحدة التانية إنها مادات مفضلة النهاردة هتكلم عن ثلاث حاجات عندنا في الاول هنتكلم ازاي نقول اللي هو اخبار الوقت وبعد كده هيكون عندنا الكلمات الده اللي قلناها في يونت 1 ونقولها تاني النهاردة وبعد كده هنختم ان شاء الله بالأباسترو في اس يلا كده نبتدي مع بعض عندنا اول حاجة زي ما قلنا طبعا نهاردة من 2 اول حاجة هنبدأ بها telling the time telling the time till the time يعني اخبار الوقت يعني انا محد مثلا يسألني على الوقت يعني ايه انا الوقت مثلا محب اسأل حد عن الوقت هقول له ايه هقول له what is the time what is the time please ما الوقت او ممكن يقول لي what time is it what time is it is it وممكن could you tell me the time ده لما حد نحب نسأله عن الوقت عايز ان نقول له الساعة كان what time is it could you tell me the time طيب دلوقت انا عايز اقول الساعة بالانجلش لما حب اقول الساعة والوقت بالانجلش عند طريقتي الطريقة الاولى ان احنا بنبدأ دي اول طريقة ان احنا بنبدأ بالمنتز الدقايق وبعد كده بنجيب من عندنا يقع اما كلمة post اللي هي معناها او a وبعد كده او كلمة to اللي هي معناها بالعربي الا وبنختم برقم الساعة او الساعة طبعا دي الطريقة الاولى طبعا دي طريقة مش مفهومة لحد الوقت انتوا هتشوفوها تقولوا ايه دقايق post or to رقم الساعة دعا نشوفو الكلام ده عملي مع بعض هنفترض ان احنا مثلا دلوقتي عندنا ساعة مثلا كده افتراضا يعني انا عندي الساعة دي وانا عايز اقولها بالانجل طبعا دي اللي هي المفروض ان احنا بنقوله في المعنى واحدة وايه واحدة وربع طيب هنبدأ بالدقايق في الاول اللي هي الخمستاشر دي كلمة ربع لها معنى اللي هي اسمها quarter تمام quarter احنا بنقول واحدة وايه ربع ولا الا بنقول وايه ولا هي مين يبقى وحدة اللي هي رقم الساعة وان يبقى يعني الساعة كم دي يا جماعة الساعة واحدة وربع نشوف كده ساعة تاني مع بعض هنفترض مسلا انها الساعة مسلا كده مسلا ندي حاجة الا ماشي الساعة دي دي كام احنا بنقولها كام بنقول عليها تلاتة وخمسة واربعين دقيقة اللي هي المفروض بنقول عليها اربعة الا ربع اربعة الا ربع هنبدأ بالربع في الاول الربع اللي هو quarter وإلا اللي هي two واربع اللي هي four دي طريقة يبقى الطريقة الاولى ان احنا بنقول دقيق وبعد كده past او two ونختم برقم الساعة دي الطريقة الاولى طيب الطريقة التانية ان احنا نقولها كنمبرز كارقام على طول يعني ايه نبدأ بالساعة وبعد كده الدقيق ادي الطريقة التانية نعمل الطريقة التانية هنا اهو الساعة وبعد كده الدقيق يعني ايه الساعة وبعد كده الدقيق تعالي نشوف دي دي كام واحدة واحد بالانجليز يعني one ربع اللي هي خمستاشر خمستاشر بالانجليز يعني ايه fifteen it's one fifteen كنندروا يساوي بعض يبقى الساعة دي ممكن نقول it's a quarter past one او it's one fifteen تعالي نعمل دي تلاتة خمسة واربعين بالطريقة دي التلاتة يعني ايه بالانجليز three it's three خمسة واربعين اللي هي اسمها ايه forty ربعين يعني forty وخمسة يعني five forty five يبقى it's three forty five تساوي it's a quarter to four دا بالنسبة لتلينجز اتايم طيب انت هتستفدي من الدرس دا هتستفدي انت ممكن تقابل حد يسألك يقول لك what is the time can you tell me the time or could you tell me the time تبقى انت عارف ان في اكتر من طريقة الطريقة السهلة بالنسبة لك استخدمها انا شايف ان الطريقة دي اسهل ما فيهاش و ولا فيها الا ما فيهاش اي تفاصيل انت بتقول الساعة وبعد كده بتقول الساعة ودقوا كله بالنمبر زي بالاركام واحدة وربع one fifteen اربعة لربع او اللي هي ثلاثة واربعين three forty five and so on يبقى دا بالنسبة لأول جزئية معنا في الانجز بتاعنا اللي هي telling the time telling the time اللي هي اخبار الوقت دلوقتي لو انت فهمت اخبار الوقت يلا كده مع بعض نشوف كده نكتب حاجة مع بعضنا هنقول مسلا هنعمل الساعة دي اهو هنعمل كده دي طبعا انت كده عارفينها بالعرب اللي هي اتنين وعشرة وهنعمل مسلا دي اللي هي كام اللي هي سبعة اللي راب اللي اتنين دول يا رد في التعليقات في الواجب زي اللي متابعنا وعارف ان احنا بنعمل الموضوع ده على طول بنشرحه وندي عليه واجب عايزكم في التعليقات تكتبولي الساعة دي بالانجلش كام وتكتبولي الساعة دي ده اول حاجة هناخدها في الواجب النهارد في التعليقات بس ما دلت ما ننساش نكتب الاسم بتاعنا عايزين نكتب الساعة دي بالانجلش كام والساعة دي واحد يقول لي بالطريقتين براحتك عايزين تعمل طريقة واحدة ماشي عايزين تعملوا الطريقتين ماشي دلوقتي هننتقل على تاني جزئي عندنا في اليونت اللي هي طبعا اللي هي ظروف التكرار شرحناها في يونت وان بس هنقدع عليها تاني كده بسرعة او ظروف الدرج ظروف التكرار نكتبهم كده مع بعض تاني ونقول هيعملوا ايه وجايبينهم ليه كان عندنا اول واحدة اللي هي كلمة دائما دائما يعني ايه بعد كده عندي بعد كده عندي غالبا وعلي كده عندي يعني ايه احيانا وعندنا ابدا اللي هي ايه دول من الكلمات الدالة على اللي هو ايه المضارع البسيط حد فاكر المضارع البسيط بيتكون من ايه كنا بنقول ايه مع المفرد مع دمائر المفرد احنا بنراجع اهو بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس ومع الضمار البلورال ضمار الجامع ها بنعمل ايه الفعل في الانفنتب يعني بدون اي اضافة ودي كانت الكلمات الدلة على الزمن دول اللي هي always usually often sometimes never اللي هو مظروف التكرار من الكلمات الدلة على المضارع البسيط طب عايدينهم تاني ليه عشان المكان بتاعهم مكانهم تعاني كتب جملة هنقول احمد ستاريز هارد وهقول we are late for school ايه المطلوب هنا المطلوب اللي احنا عايزوا اللي انا عايزوا منكم هنا في اول جملة احمد ستاريز هارد عايزين نحط في الجملة الاولى دي كلمة always فكروا كده يلا في المكان بتاعها عايزين نحط في الجملة دي كلمة always دائما نحطها فين الجملة التانية دي عايزين نحط كلمة never اللي هي ابدا يا طرى نحطها فين يلا كده انا قلتلكو في unit 1 يلا نشوف اول جملة احمد ستاريز هارد حط always فين هنا الفعل عندي هاو اللي هو ستاريز ليه ما احطوط له اس اصلا احنا شرحناها لان احمد ده مفرد هو ده المدرع البسيط هنحط always فين هنا ولا هنا طبعا قبل الفعل ادي ما كانها قبل الفعل الاساسي يبقى هنا مفروض ان احنا هنكتب هنا في الجزئية دي هنكتب هنا كده always طب هنا في الجملة التانية never هنحطها فين ناخد بلنا جملة دي فيها مين or وإحنا قلنا لما يكون عندنا am او is او or بنعمل اي بقى بيقوا قبلهم ولا بعدهم العكس عكس دول بيقوا بعد verb to be يبقى المفروض نفر تبقى هنا يبقى نقول we are never late for school we are never late for school دي ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الاساسي اكتب كده عندك وبعد verb to be بعد verb يا جماعة verb to be هتلاقى عندكو في سندول وصف فوق في قائمة التشغيل شرح برضو كامل وفي ملزمة موجودة عندكو برضو في القناة هتلاقوها موجودة طيب يلا عايزين نحل شغل دماغك لو فهمت كده بعزك تعمل دول في الواجب ما هقول ايه علي watches sometimes TV عايزين نعمل correct ياريت صح هنا دي كده خطأ watches sometimes وهقول I أو he always is polite polite يعني مؤدب عايزين نعمل correct هاي دي دول كده الجملة التالتة والرابعة يبقى احنا عندنا فيه واجبين لحد دلوقتي عندنا هتعملوا لي الساعة 22 و 10 وهتعملوا لي سبعة اللي رابع بعد كده برضو في التعليقات هتصحح لي ده تكتب لي تصحيح يعني watch sometimes عملي correct وهنا always is ده بالنسبة تيجي كده في الامتحان ده بالنسبة لظروف التكرار دي تاني جزئية معانا يبقى عندنا telling the time وعندنا مراجع على ظروف التكرار ودلوقتي هنشوف اهم جزئية معانا واخر جزئية في يونة 1 اللي هي الاباستروفي اس او الاس البصازف اللي هي اس الاس الملكية اباستروفي اس اللي احنا بنسميها اس الاس الملكية تعالوا نشوف كده ايه الاباستروفي اس وبنضيفها لأيه الاباستروفي اس اول حاجة بيقول لي ايه بيقول لي تضاف الاسم المفرد سواء انسان او حيوان تضاف الاسم الملكية للاسم المفرد سواء انسان او حيوان يعني عايز اقول مثلا السيارة بتاع تهابة احنا بنحطها للسيارة احنا بنضيفها للاسم ادي الاسم المفرد ادي هبة واده اعمل كده احط ابوسترو في اس هبز وادي كلمة سيارة كار هبز كار يعني هبز كار سيارة هبة عايز اقول كتاب الولد ولد يعني بوي احط له ابوسترو في اس وكتاب يعني بوك بويز بوك حيوان مثلا اقول مثلا كلب يعني دوك ابوسترو في اس دوكز تيل زيل دوكز تيل يبقى بنضيفها للمفرد سواء كان انسان او حيوان اهو هبز كار بويز بوك كتاب الولد ولد واحد دوكز تيل دي اول حاجة للأبوسترو في اس طيب هنا هنتسئل سؤال هي مش بتنضاف للجم لا نمشي واحدة واحدة طيب الجم الشاز يعني ايه الجمع الشاز يعني مثلا عندي كلمة طفل طفل يعني ايه جمعها هنا دي اخرها اس لا خلاص نحط لها بوكزرو في اس عادي جدا عايز اقول ملابس اطفال اهو ادي اطفال عادي خالص وعادي ملابس يعني تشيلدرنز كلاوز رجل يعني ايه مان جمع مان ما هو بنقول جمع شاز شاز يعني جمعها مش باس رجل يعني مان جمعها من عادي منس كوت كوت اللي هو معطف جواكد بتاعت رجال يعني يبقى برضو الجمع اللي هو مش اخره اس مفيش اي مشكلة برضو بنضف له ايه بنضف له ابوسترو في اس يبقى المفرد العادي بنحط له ابوسترو في اس الجمع الشاز برضو طب الجمع العادي يعني ايه الجمع العادي الاسماء الجمع نضع فصلة عليا فقط يعني هنعمل كده بس ركز لي بقى معايا كويس ركز معايا في النقطة دي مهمة جدا لو الكلمة اخرها اس يعني الاسم اخره اس هنحط فصلة عليا فقط عايزين مثال بنت يعني ايه او ولد خلينا في ولد دي ولد يعني بوي جمع بوي بويز تمام عايز اقول مدرسة ولاد هي المدرسة مش بتبقى الولد واحد بتبقى المجموعة اولاد مدرسة يعني سكول عايز اقول مدرسة ولاد طب هنا انا عندي كلمة بويز اخرها اس اجي اعمل اعمل كده قال لي لأ غلط كده خطأ قال للجامع المنتهب اس نضح فصلة عليا فقط يبقى هنعمل كده بس شكلها يبقى شكلها كده بزا اهو بويز سكول مدرسة ولاد يبقى الجامع المنتهب اس نضح فصلة عليا فقط تاني الجامع المنتهب اس نضح فصلة عليا فقط طب افتراء اضا اسم شخص منتهب اس اسم شخص منتهب اس يعني حد اصلا اسمه في اخر حرف الاس فكروا كده في حد يكون اخر حرف الاس فكروا كده وكتبوا لي في التعليقات اللي جيه في دماغكم عايزين حد اخر حرف الاس يعني اسم شخص اخر اس تعال نقول مثلا بنت اسمها شامس وعايز اقول مثلا كتاب كتاب شامس طب شامس دي اخرها اس نعمل اي بقى في الحالة دي نحط ابستروف اس ولا نحط فصل عليا فقط قال لي اسمها لاشخاص ينفع الاتنين يعني ينفع نعمل كده تمام وينفع اعمل فصل عليا فقط يبقى اسمها لاشخاص غير الكلمات الجامعة الكلمات العادية لأ فصل عليا فقط انما اسمها الاشخاص ينفع نحط فصل ابستروف اس وينفع نحط فصل عليا فقط طيب بتضاف لي ايه تاني الابستروف اس قال لي تضاف لبعض الوظائف تضاف لبعض الوظائف مش كلها لتشير لمكان العمل يعني ايه يعني ايه الكلام ده عندنا كلمة في انجليز لها كلمة بقال بقال يعني جروسر ده الراجل البقال لو عملنا له كده هتبقى مكان اللي هو البقالة جروسر صيدلي الدكتور الصيدلي كامست لو عملنا كده كامست اللي هي ايه اللي هي الصيدلية ده بالنسبة لبعض الوظائف الاشارة لمكان الايه لمكان العمل ايه تاني بالنسبة الابستروف اس بيقول لي ايه با لا تضاف ركزوا معي في النقطة دي جدا لا تضاف للجماد الجماد ما نحطلوش يعني ايه جماد يعني ايه جماد انا معي مثلا موبايل او معي كمبيوتر الكمبيوتر ده ليه شاشة عايز اقول شاشة الكمبيوتر طيب انا عندي ها كمبيوتر وقادي كلمة شاشة يعني سكرين كمبيوتر سكرين عايز اقول شاشة الكمبيوتر اجا حط هنا يقول لي لا ده الكمبيوتر جماد يبقى لا تضاف حد يقول لي ما انت حطتها للجماد في الاول ما حطاش لجماد خالص النهاردة هيبه اسم شخص بوي ولد عاكل دوك ده حيوان احنا قلنا جماد اطفال من رجال بويز ولاد هنا شمس اسماء اشخاص اهوط وهنا احنا قلنا ده بتحولها لمكان العمل يبقى لا تضاف للجماد عايز اقول مسلا رجل التربيزة رجل التربيزة تربيزة يعني ورجلي يعني هقول ايه ما اقولش يبقى لا تضاف للجماد لا تضاف للجماد طيب لو عندي شخصين بيمتلكوا حاجة واحدة يعني ايه يعني انا مثلا دلوقتي معدي على فاصل في اتنين من الطلاب اقول مثلا ايه كان يو سي هل ترى علي and احمد فاصل يعني كلاس انا بقول له هنا بقول له انت شايف فاصل علي واحمد هنا كلاس يعني فاصل فاصل احمد وعلي او فاصل علي واحمد هنا عندي شخصين الابسترو في اس اضيفها للشخص الاول والله اضيفها للشخص التاني قال لي لما يكونوا الشخصين بيمتلكوا نفس الشيء نضيفها للثاني فقط اهو يعني للثاني فقط لو الشخصين يمتلكوا نفس الشيء في ملحوظة هي مش عليكم لو الاتنين حاجات مختلفة يعني ده بيمتلك شيء وده بيمتلك شيء نضيف للاتنين يعني احنا مثلا لو قلنا معناه ان ابو احمد غير ابو علي يعني مختلف يعني لو ضفنا الاتنين يبقى فيه اختلاف انما هنا هما الاتنين في نفس الفصل فعشان كده بيقول له عندما يكون هناك امتلاك لأكتر من شيئين بنضيف للشيء الثاني فقط او للاسم الايه للاسم الثاني فقط ده بالنسبة للأباستروفي اس اللي هي اس الملكية نعيدها تاني تضاف الاباستروفي اس للاسم المفرد انسانة وحيوان الجامع الشاز عادي بنضيفها عادي ما فيش مشكلة الجامع المنتهي باس بنحط فصل عالية فقط لو اسم شخص براحتنا وظيف بنحولها لمكان العمل لا تضاف في الاباستروفي اس للجامعات لو شخصين بنحط للشخص الثاني فقط كل الشرح ده هتلاقوه موجود برضو عندكم في سندوق الوصف هنسيب ورق بالشرح اللي محتاج يحمله برضو ويذكره ويتابع معنا ما فيش اي مشكلة ما تنسوش تجاوبوا على اسئلة اللي سبناها النهاردة وبكينا وصلنا لنهاية يونت 2 انتظرونا ان شاء الله في الواحدة القادمة مع تمنيات بدعم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة